موسيقى أسبرين إعداد وتقديم هادي أحمد موسيقى خالد قطرميز إنتاج راديو أورينت 2016 موسيقى مرحبا مجتمعين مبادرات المجتمع الدولي لحل الأزمات الثلاثية في الوطن العربي والتي أعلنت أو أعلنت عن وفاة المجتمع الدولي سائل جليل لجرحانا وماعز لقتلاهم تعرية الأمم المتحدة ومؤتمر جينيف من أي فائدة تذكر عنوان حلقتنا اليوم جينيف امتحان للمجتمع الدولي موسيقى 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 بمقالنا الأول بحلقة اليوم مقال الكاتب جورج سمعان بصحيفة الحياة بعنوان سوريا وليبيا واليمن امتحان لقدرات القوى الكبرى بيول الكاتب ثلاث مبادرات يقودها المجتمع الدولي لتسوية أزمات ليبيا واليمن وسوريا ثلاث حروب أهلية تشكل امتحانا للقوى الكبرى الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا والصين التي بدأت الانخراط جديا في قضايا الشرق الأوسط وتؤشر إلى قدرة هذه القوى على وقف الفوضى في المنطقة العربية مثلما تؤشر قبل ذلك إلى استعدادها للتفاهم على إدارة شؤون العالم فإما أن تؤول هذه المساعي إلى بداية أو تؤول إلى بداية تعاون بين القوى المتصارع في الأقليم وإما إلى مزيد من الفوضى التي تعوق الحرب الدولية على الإرهاب أو تقويضها يعني من الأول من الأول من الأول من الأول ثلاث أزمات ليبيا وسوريا واليمن تختلف مع بعضها ليبيا أو اليمن أو سوريا ليبيا ما فات ميليشيات لهيك بسوريا نحن مو حرب أهلية نحن حربنا ضد ميليشيات يعني بشار الأسد اللي بجيب الميليشيات وبيتعاون مع إيران وبيتعاون مع روسيا ليقتل هالشعب السوري فبالنهاية هذا الزلمة مانوا منها لحتى تكون حرب أهلية هذا بيتعاون مع القوى الخارجية المغرضة علينا بس السبب أو الشي اللي دايماً منحاول نذكره أو نتساءل عنه إنه ليش دايماً نحن معلقين بخيط هاي الدول الصين، روسيا، أوروبا، الولايات المتحدة على عيني وراسي هدول من العالم يعني قوى دولية على عيني بس مو لدرجة إنه إذا بدو يصير حرب أهلية الحكم لازم يكون أوروبي مو إذا بيصير حرب علينا أو بيصير فيه بدولنا شي الحكم يكون أوروبي ليش؟ لأنه طبعاً كل رئيس بيجي بيروح بيقسم قدامها ثلاث أحلاف أو أربعة أحلافة دول يا روسيا يا أمريكا يا الصين فيا بيمشي معهن يا ما رح يصير رئيس معروف ككل رئيس بيجي بيكون شاريينه ومدربينه ومضبطينه قبل ما يبلش هاي هي فمثل ما بيقولوا لك الأزمة خصوصيتها وعناصر مختلفة من أزمة لأزمة بيفروق بليبيا شكل وباليمن شكل وبسوريا شكل بليبيا ما إجا ما إجت ميليشيات اللهم ما إجت ميليشيات صغيرة عونت القزافي على الشعب الليبي ونفس الشيء كمان باليمن بس لكن كمان بسوريا الوضع مختلف الثورة كانت ثورة للحرية وكانت ثورة من أجل كرامة ومن أجل قيمة الإنسانية وحاول النظام يخليها تتعسكر وفعلا صارت عسكر الثورة ليش؟ لأنه العالم ما في بييدها سلاح تقدر تعمله ما في بييدها الشيء تقدر تعمله غير أن تشيل سلاح ضد من يقف في وجهها أو ضد من يقتلها كل يوم أزمة اليمن اللي انتقلت لطاولة الحوار بالكويت بعد ما كان التصعيد العسكري طبعا وعدم الالتزام بوقف اطلاق النار من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح باليمن تقريبا أو بمعظم مناطق اليمن المهم اليمن شيء مختلف نوعا ما عن سوريا وليبيا أول شيء اللي كان على أساس بده بيقول لك أنه فكر أو قال عن حاله ديمقراطي وأنا زلمة رح أطلع من الحكم باليمن اللي هو علي عبدالله صالح طلع بعد ما خلعوه طبعا ورجع رجع تعاون مع الميليشيات مع مين؟ مع ميليشيا الحوثي التابعة قلبا وقالبا وولاءا لإيران فلاديمير بوتين اللي أعلن عن سحب جزء من قواته من أجل ممارس الضغوط على النظام بعد انطلاق مفوضات جينيف قال يعني على الأساس بس مشان يفرجيه إنه شايفين نحن انسحبنا ونحن داعم انسحب من هون انسحب من الباب مثل ما بيقولوا أو خرج من الباب ليعوده من النافذة يعني ما طلع قبل ما يحصن النظام ما طلع قبل ما يدعم النظام بمختلف الأسلحة المتطورة إلى الآن طياراته بتروح وبتجري وبتدعم النظام بصواريخ متطورة جدا وفي أقويل بتقول انه رح يدعمها بصواريخ S300 المضادة للطائرات فتصوروا لوين فجدا الثلاث أزمات مختلفة لكن كيف تعاطى مع المجتمع الدولي أو ما يسمى أو يدعى المجتمع الدولي المجتمع الدولي يتعامل مع سوريا بمؤتمر جينيف اللي هي أغرب مفاوضات بالعالم بنوت تحت قرار روسي أميركي رقم 2224 و54 عفوا بنوت قرار اللي هي فك العصار عن المدن اللي هي إدخال المساعدات اللي هي إخراج المعتقلين اللي هي وقف القصف تمهيد لهدنة ولا واحدة منه التزم فيه للنظام أو خلينا نقول بالأحرى الشروط ما كانت تنعقد مع مع المجتمع الدولي بشكل أو بآخر الشروط كانت تنعقد مع النظام أو مع إيران بالأحرى ليش؟ هي هدنة كفرية والفوعة ومضايا مع مين نعقدت؟ بين الثوار ومع إيران لا نعقدت مع المجتمع الدولي ولا مع ديمستورا ولا مع بانكيمون القلق دائما ولا مع غيره فالتعاطي كان مختلف باليمن ما حدا أقرب قال لك ليش لنا ندخل سياسة الانكفاء اللي بتعتقد فيها أو بتتآمن فيها أمريكا أو هاي العدوة اللي انتقلت مؤخرا لأوروبا أيضا صارت موجودة بكل مكان همهم وهاجسهم الوحيد لأوباما أنه يحارب تنظيم الدولة فقط هذا الهاجس اللي عنده هاجس أوروبا تحدم التدفق اللاجئين هذا الهاجس اللي عندها ما حدا بيطلع على المشكلة الأساسية الكل بيدور والمجتمع الدولي بيدور ودروجه مليات متل ما بيقولوا ودروجه مليات ودروجه متل ما بيقولوا انتليت بالقرارات الدولية اللي هي على الفاضي طبعا اجتماعات أوباما ميركل وزراء الخارجي الأوروبيين فلاديمير بوتين رئيس الصيني هاش اللي هي كلياتها المافيوية اللي ما شفنا منها غير تآمر فقط على الوطن العربي ما شفنا منها انه غير أكتر من قرارات هلأ شوفوا قرارات الأزمة أو دفاتر الأزمة السورية القرارات اللي أصدرت على أساس عفنت بدروجة دروج المجتمع الدولي وبالأخص طريقة التعاون حتى طبعا القوى الدولية الكبرى خصوصا أمريكا وروسيا وأوروبا اللي قالت راح نروح نتفهم مع بعضنا لنوقف إيران عن تطوير أسلحتها الباليستية طبعا كنا نتسأل دايما انه هذا يترى اتفاق ولا قرار قدم لها على طبق من ذهب در طبعا قدم إيها على طبق من ذهب أوباما بقمة الخليج مرة تانية يا ترى راح ليعدل الأخطاء الأديمة ولا مثل ما بيقولوا ليقولولوا انه حتى بطريقة الاستقبال كان مختلف ليقولولوا انه خلاص نحن وياك ما عدنا مثل أول فاصلوه نرجع بمقالنا التاني بحلقة اليوم مقالة الكاتب علي حميدي بموقع أوريانت نيت بعنوان سأل جلي لجرحانا وماعز لقتلهم بيقول الكاتب كان متوقعا ان يسرد في صولته القصيرة في جينيف عرضا لانتهاكات نظام الأسد للهدنة الهشة أصلا وكان حدا في خطابه قاطعا لجولة المفاوضات التي كانت قد بدأت قبل أيام من وصوله رياض حجاب المنسق للهيئة العليا للمفاوضات استفاضة أو استفاضة في شرح أسباب الهيئة لمقاطعة أو تعليق مشاركتها هذا وك كما بدى واضحا بأن العالم أو ما يعرف بالمجتمع الدولي خذل السوريين المنكوبين بالقتل والحصار والتشريد المستمر خذلهم إذ لم يستطع تقديم مساعدات وعد بها إلى المدن المحاصرة رغم وعود تلقت المعارضة من كل الأطراف القوية في منظومة المدن المحاصرة طبعاً طبعاً بدي رحب فيك استاذ علي حميدي أهلا وسهلا فيك ببرنامج أسبرين بل أهلا وسهلا بداية إلت بمقالك أو لفتني بمقالك لما بتقول أنه الأمانة تقتضي أن نذكر محاسن موت العالم كالمؤسسة المعروفة بالأمم المتحدة والتي نجحت بعد أن استجمعت قواها بإدخال المساعدات إنسانية إلى بعض المدن المحاصرة بهاي المقالة إلت أنه من الأفضل ذكر محاسن الموت طبعاً أنت إلت أنه الأمم المتحدة وما تدعى أنا أنا سميت بالموت أو أصلاً المحاسن التي ذكرت أنا لحد ما إذا تقفيت على وضع المحاسرين وهذه المحاسن لا ترقى لنستوى كلمة محاسن أصلاً أما توصيص الموت فهو لمؤسسة فعلاً ميتة يعني فكرة العجز اللي مطروحة الآن ومخيطة فيها أنه هاي المؤسسة عاجزة من المعيد أني وصف أنا مؤسسة على مستوى أممي مستوى دولي المفروض هي تدير شأن العالم بالعجز أنه عاجزة عن إيصال حبة أسبرين حسب برنامجات أو حبة دواء أو كذا محاسر محاسر بشكل يعني مقصود ما أنه محاسر بزلزال ولا أنه محاسر بشيء نكبة محاسر من خمس سنوات على مرأة هاي المنظومة فكلمة عاجز كثير كثير بتثيء للعجز نفسه هي ميتة بقرار فكرة الموت هو موت بقرار يعني في حدا بهذا العالم بهذه المؤسسة إخت قرار موته بشيء يعني يعني هو موته بما يعني موضوع السوري موته بما يعني الحالة السورية موته بما يعني المحاصرين السوريين لكن بأماكن تاني ممكن تكون فعالة لأنه هو هذا المسؤول عن هاي المنظومة اللي عبدير هاي المنظومة الأممية الميتة اللي مانعات وهي الميتة بالحالة السورية ممكن يقدم خدمات لمحلات تانية لأنه جدوا يقدم خدمات وبناخد مثال أخد على تبيل المثال بالمثال بين الفلسطينيين والإسرائيليين دائما في عندهم شيء أدمول للجانب الإسرائيلي هو الموت موت معلن موت مقرر خلينا نسميه موت مقرر من قبل هاي المنظومة بجاه الحالة السورية عموما طيب بدي أسألك هل بتعتقل شو الفائدة هلأ من مقتضى مقررات جينيف كم بدي أسألك هون لما قلت بمقالك أنه يجب أن نذكر محاسن موته العالم كالمؤسسة المعروفة واللي شرحت لنا قبل شوي برأيك برأيك الأمم المتحدة ليش عم تحاول جهدها خلينا نقول اللي بتدعي جهدها يعني ليش عم تحاول مدام هي مدام هذا الموت كان بقرار ألو عم تسمعني أستاذ أعيد لك السؤال أعيد لك السؤال هي ماتت بقرار بالمسألة السورية يا ترى ليش ماتت بقرار بالمسألة السورية ليش على النظام هيك رغم أنها قررت بكتير مصار بخلينا نقول كمجتمع دولي أو كمم المتحدة لأن اللي أثبت اللي أثبت خلال الخمس سنوات من عمر السورة السورية وخمس سنوات من عمر هاي المأساة اللي على الصعيد الإنساني على الأقل أثبت أن الهم المتحدة فعلا أو هاي المنظومة اللي بتديرها العالم أخذت الحالة السورية وأنا هيك ذكرت بمقالة هي مادة لأي بازار مادة لتفاصيل العمل الدولي مادة أنا اليوم محتاج مادة لاستخدم فيها لاجئين فبروح للموضوع السوري بستخدم الجانب الإنساني واللاجئين وكذا وبستفيد مننا قدر الإمكان فقطعا ما بيكون مهم بالنسبة إلي أنه تنتهي بالنسبة إلي الشيء اللي كنت أنا عبستفيد منه وعبستخدمه هذا على الصعيد على الصعيد الأفعيد الثاني أنه أنا اليوم كأي قطب دولي من هاي الأقطاب اللي موجودة واللي المشكلة لأمم المتحدة في عندي مصالح مع الآخرين في عندي ابتزاز الآخرين في عندي أوراق ضغط بيستخدم ضغط الآخرين وفي عندي حالة سورية موجودة فما بيعنيني أني انهي وإخسر أحد أوراق اللعب أوراق الضغط اللي كنت عبستخدمها فهي المشكلة بمنظومة الأمم المتحدة هذا موجود أصلا معايير بتحدد أنه لا نحن هنه بيقوله بالأمم المتحدة عموما بيقوله أنه نحن في عنا معايير محددة لكن لا ما في معايير محددة أبدا اليوم كل الحالات ومن ضمن الحالة السورية اللي هي اليوم واضحة فاقعة مادة للاستخدام وللاستزاز ولتحصيل الصفقات ولتحصيل الاتفاقات ما لا أعتقد إلى الآن أنه في نية على الأقل من كل هاي الأطراف لإنهاء هاي الحالة لأنه بهذا الوضع أتصور أنه هي مكسب لكل اللي عبي يشتغلوا بهذا اللي يسميناه من جميع الدولي مو لأنه النظام خدمي مثلا أو لأنه مثلا بعض الدول ما وصلت ضرر لحتى تدخل بالأزمة أو تاخد قرار فعلي في هيك شي طبعا فيه إذا بدك تحسب بس هيك طب أوكي أنا لما روخ وصل لهم الضرر بحي يستخدموا هاي المسألة بحي يفيدوني وهو المنطقي برأيك المنطقي أنه أنا انتظر من هاي الدول الكبرى اللي هي الأقباب انتظر منهم أنه لما يصالوا من الضرر يقوموا يتحركوا ما هو المنطقي بيقول أنه هني يتحركوا في الأحوال هذا طبعا هذا المنطقي بالنسبة للعالم الميت كما ذكرت ما في منطقي وبالنسبة لأنه النظام عبي يخدمون طبعا النظام عبي يخدمون النظام دائما عبي يقدم لهم مادة مادة ممتازة لا نهتلش للبكائيات مادة ممتازة للمساومات مادة ممتازة للاتفاقات على دماء السوريين بيأخذوا اتفاق نووي مع إيران مثلا على دماء السوريين بيلعبوا بورقة حزب الله ضد الآخرين على دماء السوريين بيبتزوا الدول اللي بتزوها ما في عندهم مشكلة فهو النظام دائما نأملون هاي المادة على دا على كل المستويات على يعني على مستوى موت الملايين الموت مشهود للملايين قتل مشهود للملايين مقبل نظام موجود أمام مرأة هاي الناس كلها دا ما نمخبى ما نضايع وللأسف اليوم بيحضر هذا النظام بعد كل هذا اللي نعمل وبيأتبوه على أساس انه هو ممكن يكون طرف لإيجاد حلول برعاية أممية وبيطلع وكمان بيتلزن بمحافلهم الدولية اللي هم يعبينشؤوه بيرجع بيتلزن هذا النظام وبيمعن أنا هيك سميته بيمعن بإذلال كل شي بيأدموه يعني تخيل انه هن بفكرة سائل الجلي اللي طرحها المنطق العام واللي أنا زكتب المقال الضبط عنه المقال كانت ايه يعني اذا بدك تسميها مصيبة بدك تسميها مأساة انه نحن اليوم في عنا عنصر شبيح او عنصر مقوات النظام او على هذا المستوى قادر يمنع المساعدة الاممية انه تدخل للمحافر اللي هو اصلا عمل هذا الحاجز اللي يحاصره وفعلا العنصر واحد على حاجز ممكن يمنع يعني 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 مأساة يعني كلمة مأساة بالنسبة للامم المتحدة او المجتمع الدولي هي فعلا مأساة انه عنصر واحد بحاجز بيحسن يمنع مساعدة اممية تدخل لنا هو اصلا موجود بهذا الحاجز لحتى يحاطر هاي المنصر لحتى يضغط على جراحاته لحتى يعذب اصفاله لحتى يموتوا بهذا الشكل اللي عبطل على مرأة العالم المقضى جوعا ما بتفور انه بالقرن الواحد وعشرين في جملة اصعب مقضى جوعا في سوريا كنا نقول لك مثلا انه ما حدا بيموت من الجوع عن جد في حدا بيموت من الجوع يعني خير مثال كانت سوريا بتقول انه هذا العالم يشبه الاسد حد التطابق في تعامله مع الملف السوري يعني لما كانوا يقولوا السوار والناس سورتنا على العالم ما كذبوا او ما كانوا ببلغ لاني شوف الاستهانة بجراحات الاخرين ان كانت بوجه حق او عدم وجه حق يتطابقوا فيها فعلا نظام الاسد يعني نظام الاسد انا تميت الناس اللي بيزمرته كلهم ان كانت يعرف يعلم او لا يعلم مغيب هو طوعا رحصر ضمن هاي المنظومة ضمن هذا السلك اللي بيقتل فيه الناس وبيحاصرهم بغض النظر عن اسباب وبغض النظر عن اي شي هو اصلا يعامل من قبل نظام الاسد بنفس الطريقة اللي بيعامل فيها المجتمع الدولي يعاملنا يعني نحن الجرح تبعنا حتى لو تحملنا كانات عنده ثورة وعنده كذا هو ما عنده المبرر يعني فكرة انه انا اه اتحمل كل التضحيات اللي ادمو لها للنظام مقابل اه braucht او مقابل ايطالو ان ياخدوا صورة مع الفيد الاولى او باكيتين متى او باكيتين متى او باكيتين متى يعني يعني انت بي عيال ضحف بجبابة وبضحف مقابل ماعز او مقابل صورة او مقابل باكيتين متى او كذا الكارثي بي استمرارهم بهذا بهذا العمل هادă شيء كارثي فعلا استمرارهم بقبول هذا النوع يعني نحن ما عم نقبل هذا النوع نحن اللي بيإمكانه يحكي عبي يحكي ولي بيإمكانه يعبر عبي يعبر وبيإمكانه القاتل عبي قاتل لكن هني ما عمري هاي الشيء أبدا ما في الفكرة عندي يمكن بشار الأسد أو ما في المبدأ اللي هني الماشيين عليه نحن لشو ماشيين مشان مين ما حدا بيسأل حالوه السؤال منهم يعني هذا عن مشاهدات وللأسف حتى لو كانوا ماشيين لا أفترض أنا جدلا أنه ماشيين مع شخص مقدس رح يقدم لهم كثير الحياة في وقت ما لكن هو أثبت لهم للمرة الألف وأكتر من ألف أنه لا أنا ما نهيك أنا ممكن أقدم معي الزواء لعائلة فقدة خمس أشخاص من عندها وممكن خلي من فترة طلعت على السوشال ميديا وانتشرت كتير أنه أحد القضاءات اللي بيتعاملوا بمواضيع الجرحة وكذا عم يبتز نساء وكذا يعني خيل هذا المستوى من الإنخدار أنه هو هيكا بيعمل وهيكا بيقدم لجرحاهم ولقتلاهم ولكذا هو هذا اللي بيقدم لهم وهم يعفوا يعني هو أصلا ما عنده ما عمل مقدمات لحتى يفكروا يوما ما أنه لو لو صار شيء منيح لو صار بالنسبة لألون أحسنكت إجابة عليهم ما رأي ماتي ولا مقدمة ولا شيء أبدا من أفعاله أو أقواله حتى بتقول هذا الموضوع بتقدم لهذا الموضوع طب الإنسان إذا ما بيشوفش قدامه يسعى إلو أو بيسعى بدون ما يعرف شوه الطريق برأيك ليش عم يمشو ليش ليش عم يعملو كل هاد هدول عناصر هدول برأيك هلا أنا أنا إذا بدك تروح بهذا المنحة بقول قول إنه في طائفية مقيتة وفي كذا طبعا فيه وفي كير وفي فرج على أساس طائفي وفي إنحياز على أساس طائفي فيه فيه تغييز عقائدي بهذا المستوى طبعا فيه فيه تخويف من الآخر اللي هو الثورة والسوريين الأصليين الحقيقيين فيه تخويف منهم طبعا فيه كل هيمانة مبررات وطبعا فيه ارتزاق وطبعا فيه احتفادة لأنه هن أفضل دم عبي عملوا هاي الحواجز على بلادهم نفسه وأهلهم نفسه هن عبي يتفزوهم وهن عبي يأخذوا منهم وهن اللي عبي يدفعوهم ما بس دم وأهل وفلوس وحياتهم كله عبي يدفعوه هن عبي يتفزو بعضهم وهن عايشين دي هذا الجو يبدو يبدو أنه كمان هن من مصلحتهم أنه تستمر هاي هاي النوع من الأعمال لحتى يستفيدوا قدر الإمكان استفادات فضحية على مستوى خدمي وعلى مستوى معيشي عادي أما أفق تاني أنا أعتقد وأزعم أنهن يعلمون أنهن ما قالوا أنهن أفق بهذا اللي يستمر ولا حتى بشار الأسد ولا حتى هذا النظام اللي قائم ما بيتصور أنهن بلحظة ما بيعتقدوا أنهن رح يستمروا بهذا الموضوع أو رح يستمروا مرد أولى الأبد لسنوات قادمة يمكن عنجد أنهن مثل ما قلت مغيبين أو أنه ما بيعرفوا أو يمكن ما بيعرفوا شو البديل اللي رح يجيب بعد هذا الشي ما في بديل هايك بيكون هايك بكون غفرت لهم لحد اللما لأنهن في منن بيعرف أشي عبيعمل وبيعرف تماما أشي عبيعمل وبيعرف تماما ليش هيك عبيعمل وفي جذق منن فعلا مغيب وعنده بعض عقائدي وعنده 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 بس في الجذة الأكبر اللي يعرف يحركن هو بيعرف زي شيء يعني الموضوع ما وليد يوم أو يومين أو مثل ما بيسموه أدمة عابرة نحن في خمس من الموت يعني اللي بدي يعرف كان عرف من زمان كان عرف والموت على بعد حي على بعد أمتار على بعد برميل فما الموضوع ما نغائب يعني الموت هذا موجود دواره موجود بالمنطقة على بعد أمتار منه بدي تشكرك ما عد عندنا وقت كتير بدي تشكرك الكاتب علي حميدي بموقع أوريانت نيت طبعا للوقت والله يعطيكم العافية يعافي قلبك بالعكس شكرا كتير لأي لك وكان شرف أنه استقبلناك ببرنامجنا بأسبراء شكرا كتير شكرا يعطيكم العافية مستمعينا كان عنوان حلقة اليوم جينيف امتحان للمجتمع الدولي للاستماع على حلقتنا فيكم نتابعونا على صفحة راديو أوريانت على الفيسبوك كنا معكم بالهندس الإذاعي مهند القصوص بالعداد والتقديم هادي أحمد إلى اللقاء ولك أنا ما أدرككم مليون مرة أقروا ما تحققوا نحنا ما دخلنا ما دخلنا لك سكورت كمان كمان سكورت سكورت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر راديو أوريانت ترجمة نانسي قنقر شكرا